بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الرابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه CPU Scouting Algorithms أو لغارتماية الجدولة المقصود هنا بكلمة لغارتماية الجدولة معناها إن المنهجيات والطرق اللي بيتتبعها نظام التشغيل عشان يخدم العمليات اللي هالبروستيز اللي وقفة منتظرة خدمة طيب نشوف مع بعض هنذكرهم وبعد كده نشرحهم بالتفصيل في الأجزاء الجاية إن شاء الله أول لغارتماية اسمه First Come First Served ومعناه إن أول بروسز وقفة في الطبور هي أول بروسز تخدم طيب رقم اتنين Shortest Job First ومعناه الأقصر في فترة التنفيذ هي التي تخدم الأول طيب رقم ثلاثة Priority Scheduling معناه إيه؟ معناه إن لو البروسز لها أولوية هاي هي التي تخدم الأول طيب يعني إيه لها أولوية؟ يعني ممكن تكون بروسز لازم تتم تلوقتي حالا Critical لازم تتم يبقى هي التي تدخل الأول طيب تدخل إيه؟ تنفذ من كبل راوند روبين آر آر والطريقة ديت يا جماعة بتوفر زمن بس لكل بروسز ما تتعديهوش يعني إنت هتتعامل مع الـ CPU بنوفر لك زمن ما تتعديش الزمن دوت طيب إفرد أنت مخلصتش البروسز البروسز ما خلصتش ما خلصتش الزمن بتاعك ما يحصل إيه؟ ترجع تاني توقفر إيدي كيو تنتظر دورها من جديد لكن بتطبيق قاعدة First Come First Servant اللي احنا ذكرناها ليه كده؟ طيب في رقم هاي فعلا رقم خمسة انت متابع معنا صح مش كده؟ رقم خمسة بنقول Multi Level Q يعني ممكن يكون عدد من الطوابير من ممكن تكون الطوابير أو اتنين من اللي اللي يذكروا من قبل ممكن يكونوا كلهم يا ايه فيهم عدد من البروسز وكلهم منتظرين خدمة السي بيو طيب المulti level feedback Q هاي معناه ان برضو عدد من الطوابير ولكن ولكن ايه؟ ممكن بروسز من البروسز تخرج من الطابور مش كده؟ وتدخل في طابور تاني أو تنفذ من قبل السي بيو وتدخل في طابور جديد وهكذا عشان كده سمو ايه؟ feedback Q يعني البروسز ممكن تخرج من طابور تروح لطابور تاني جميل طيب نذكر مع بعض كده بنقول ايه؟ بنقول ان الريدي كيو عبارة ممكن نقول انه هو سيمبل يعني بسيط جدا نمكن نطلق عليه انه هو سيمبل FIFOQ يعني ايه؟ first input first output يعني لو فيه طابور قدامه ها جامعة فيه B1, B2, B3 B1, B2, B3 والله اللي جاتي الاول first input first output هي التي هتخرج الاول وهتخدم طبعا الاول ايه معايا؟ طيب الطريقة اللي احنا قلنا عليها لها first to come first served اللي ساعد بنقول عليها FIFO first input first output مش كده؟ دي الطريقة non-prembative لا اكبار يعني لا اكبار يعني ما اقدرش اخرج بروسز وهي شغالة معها سيو بيو ولا تفضلي خروجي ما نفعش ليه؟ لان الطريقة ديات ليس فيها اي اكبار ان انا اجبر البروسز على الخروج من ايه؟ من التنفيذ في الحالة دي بنقول ان first to come first service is none ابرم بتيبو عشان كده تتجي نقرأ مع بعض تقول لك ايه once a process starts اول ما البروسز تدخل تبتدي مع السي بيو وتتنفذ مستحيل ما ينفعش ان انا اعملها terminate ما ينفعش انهيها وقالوا تفضلي خروجي ok it runs until هتفضل تستمر وتتنفذ until it terminates لاغات ما تنتي or enter wait state او لو حصلها input او output معايا بس بقولك لاحظ ان average waiting time للموضوع دوت turn around time اللي احنا ذكرناه قبل كده can be poor ممكن يكون يعني ايه ضعيف ضعيف ايه جماعة ضعيف في الاداء يعني ممكن يكون كطار بقى طوقة اي واي يبقى ال waiting time كتير و turn around time ايه كتير معايا جماعة طيب وهي ملحوظة صغيرة كده بقولك non-permative schedulers يعني المجادولين اللي هي اكبار اللي هي non-permative perform poorly يعني ايه poorly يا جماعة يعني دايما الحاجة اللي مفيش وهي اكبار دايما performance بتاعها بيبقى ضعيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته